اشتركوا في القناة وقال وكيل وزارة الصحة ان التطعمات المعتمدة في البحرين خضعت لدراسات وتقييم مكثف وهي آمنة وفعالة ومشيرا الى ان الهدف الحالي هو تقليل الوفيات وخفض عدد الحالات القائمة وفيما يتعلق بموضوع الاجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين لمملكة البحرين وما تم تداوله حول تلك الاجراءات اشير هنا على سبيل المثال ان نسبة الحالات القائمة من المسافرين القادمين الى البحرين بلغت خلال شهر مارس اثنين في المائة فقط واستمرت النسبة ذاتها من غير تغيير في ابريل وهي اثنين في المائة وهذا يوضح ان الاجراءات الموضوعة لفحص المسافرين عند الوصول وفي اليوم الخامس من الوصول واليوم العاشر اي ثلاث فحوصات واضافة شهادة الفحص كذلك المسبقة قبل السفر للقادمين من بعض الوجهات مثل الهند وباكستان وبنغلاديش بحسب المعطيات الموجودة لانتشار الفيروس لتلك البلدان تساهم في الحد من انتشار الفيروس من قبل القادمين لمملكة البحرين وتعطي درجات الامان المطلوبة في هذا الخصوص ونريد ان يطمأن الجميع انه اذا وجدنا اية مخاطر كفريق طبي على صحة المجتمع من خلال المؤشرات اليومية التي ندرسها لن نتردد ابدا في مراجعة الاجراءات مع الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر